بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نتكلم نارضع عن الرينال سي القرسونومة هتبقى يعني جنرال اي دياء بوت الامجينج ان ديستيجيج هي اهمية رينال رينال كانسر كيني كانسر is one of the most important تيرولوجي كانسر because of its high lethality and increasing incidence in most countries النمبر of discovered cases is increasing every year داقية احصايا في سنة 2000 نواقا في حوالي مية one hundred eighty nine thousand cases of cancer renal cancer worldwide newly discovered about two thirds of these cases occurred in developed countries renal cell carcinoma imaging في renal cell carcinoma imaging احنا بندور aim of imaging بندور على كذا حاجة اول حاجة ان احنا بنشوف اول حاجة في الامجينج ان احنا بنشوف هل في رينال ماس ولا ما فيش رينال ماس دي اول حاجة تاني حاجة ان احنا بنقدر نوضي cyst renal cystic legion وهنخش ببقى في التفاصيل زي ما قطر محمد قال ولا دي solid renal tumor if solid بدور على فيها benign features ان انا بلاقي فيها fat recules او something ان انا مش في سكة benign legions او ان هي malignant renal cell carcinoma بعد ما اوصل للمalignus ان هي malignant renal cell carcinoma بيهمني بعد كده ان انا اشوف الستيج بتاعها لاني ده بيفدني بعد كده في البروجنوز والmanagement of case discovery and preoperative evaluation of extent of renal cell cancer is one is of value in determining the prognosis and the most suitable serapid the staging of the tumor it is necessary to define البريرينل يعني الحاجات اللي انا بادور عليها عشان لما بلاقي malignant renal mass او renal tumor دي الحاجات اللي انا بحاول ادور عليها عشان اوصل للستيجن للرينال mass اول حاجة بشوف البريرينل soft tissue infiltration تاني حاجة extension للvascular extension للرينال vein والايفي سي تالت حاجة البرارينال والريتروبروتونية اليمفادينوباسي رابح حاجة بشوف الانفلتريشن للأدجيسنت structures специال اللي هو في الليفر او الادرينال جلانز وبعد كده بشوف اللي هو في distant ميتاساس طبعا الامجنج of renal سيقان صنوما في ال20 سنة الاخيرة بعد discovery التغير تمام دلوقتي يبقى فيه early detection للرينال سي كارسونوما الريال discovery and increased detection of renal سي كارسونوما ده طبعا ده قابل الارب بتاعت الالترا ساوند وال ct في نص التمانينات الحالات ده زادت بقت 25% من الحالات فده كل ما بنحسن الامجن كل ما بنimprove الالترا ساوند وال ct وال الامر كل ما early detection في الرينا سي كارسونوما بيزيد وده طبعا مهم لانه ده بيحسن المانيجمنت وبيحسن ال 5 years survival of patients في حوالي دلوقتي اكتر من 97% من الحالات اللي هي قليل من 3 سنتي بتدسكفرد انسيدنتل يعني عيام ممكن يعمل check-up عادي لأي ديزيز تاني ممكن انسيدنتل دسكفرد الرينال سي كارسونوما قلي من 3 سنتي قبل ما تبقى كلينكالي بريزينتت المين امجينج تولز لحالات الرينال سي كارسونوما ان جنرال ده او اي رينال ماس بصفة عامة بينقلوه اليوتيوبي طبعا والايفي بي الالترا ساون السي تي الامر والرينال انجيوغراف دي المين او البيزيك امجينج مودالي اليوتيوبي والايفي بي يعني دلوقتي دلوقتي تقريبا بقى اوبسيدي اطمعتش يعني ابندن اطمعتش حد باستخدمهم دلوقتي في الامجينج بتاعت الرينال سي كارسونوما لكن هنا زي اليوتيوبي ممكن تشوف كالسيفيكيشن ده راوز ان انا ادور بعد كده ان في اعمل الالتراساوند او ممكن في الاي في بي اشوف في حال الترانزيشن السلقة لسونوما واشوف في في الكيليكس هنا برينال تيومر لكن الاي في بي هز بين يوز فور مين ييرز كان ده كانش فيه الفترة اللي مكانش فيه موديلية الاي في بي كان هو ده الموديلية الوحيدة السينستيفي بتاعته كانت تيومر ما عادش لو دور لالاي في بي في الدينوز الالتراساوند الالتراساوند ان ابداوميال باسولوجي هاد لت ارليا ديكشن اف كيدني تيومرز الانسيدنس اف اسمتوماتي رينال ماسز انكريز حد تلاتين لستين في المية احنا قلنا بعد الدخول الالتراساوند في الراديولوجي الانسيدنس بتاعه الانسيدنس اف بتاعه حالات الرينا لكن الالتراساوند هو الفندمنتر رول في الارلي ديونوز لان مش كل الناس قدر عمل لهم سي تي كده روتين لكن الالتراساوند قد بي يوس روتين ان سيف فورد اف الالتراساوند سواء غري سكيل او دوبلر في غري سكيل بقدر اشوف ممكن يبان هايبر هايبو ممكن زي هنا في الالتراساوند اشوف ايكوجينيك هنا زي حالة انجو مالا بوما فات ايكوجينيك ليجن البيور ايكوجينيك تيومر لكن ممكن يعني حالات الالتراساوند ممكن اشوف بس بالمس او الاندينتيشن على رينال ساينس او البلج في القنتور بتاع الكني لكن كدتكشن لوحدها كده بتبقى بالالتراساوند ايكوجينيك الاندينة الاندينية او الآن برضو لازم افرق رينال ساينق لان بيجم منها طيب هيبر اكوجينيك طيب من الاندينة ساينق لازم افرقه من الفات انجو مايو لايبوما افرقه من انجو مايو لايبوما او انجو سايتوما لانهما ممكن مع بعض يعني الالترساوند بصفة عامة ما بيقدرش يعمل يعمل الرينا الماسس ويحاول افرقه من الحاجات اللي هي البنايين ليجن اللي هي زي السودو تيومر او النورمال فاريانت اوف رينا الاناتومي زي هنا في كورتيكال انفاجينيشن او برينكمال همب هير كورتيكال انفاجينيشن والدس بلينج للبلفكال سيستم لازم افرقه من الرينا سير قلسونومة والديفرينشيشن ما بيتعملش الا بي سي تي او الامار تو كونفيرم زي ست دياجنوزيز الدبلر الرول بتاعه اساسا طبعا ان انا افاليويت الفاسكولر اكستنشن افزا تيومر لكن قلر دبلر ممكن يديكتر رينا قرسونومة زي ستل اندر دسقشن بيقوز الهايبر فاسكولوريزيشن كان بي فوند ان بناين تيومرز يعني انا بالدبلر ما اقدرش افرق بين البناين والماليجنسي يعني زي هنا ايزه اقوك ماس وعمل فوق الكونتور بلش وفيها فيزل اكستندنج انسيززا ماس ولكن ده بنلاقي في البناين وبنلاقي في الماليجننسي فالدبلر مروش رول في الديفرانشيشن بين البناين والماليجننسي زي ما احنا قلنا ct هو جولد ستاندرد في الدياجنوزيز اف رينا تيومر او رينا نيوبلازم ct is actually the most used method to detect and characterize renal mess use of multi detector ct بعد الdevelopment بتاع المالتي ديكتور ct and with الامج بتاع بروتقول في السيتي احنا مش هنتكلم عليه بالتفصيل لانه هو يعني كده دكتور طرق قاله قبل كده لكن احنا الفور بيزيك تكنيكس ان احنا بستخدم النام كونتراست او بري كونتراست سكان بعد كده بعمل كورتيك المضرري والنفروغرافيك وبعد كده بعمل الديليد او ريكسي كريتوري فيزي اهمية البري كونتراست ان احنا بيبقى ده بيز لاين للميجرمنت اف انهانسمنت يعني انا قبلي ما حينباشوف الليجين ده كان اد� واخد انهانسمنت او مش خاد من النهانسمنت اعشان اقدرى افرق بين الانهانسنج والنهانسنج واقدر اشوف لو فيه كالسيفيكيشن موجودة ولاو ما فيش كالسيفيكيشن زي الصورة انديت انواع الكالسيفيكيشن بس زي ما قلنا البنائية انتها بنسميها بنكي تلك السيفيكيشن بنتسميها ؟ ملك افو كالسام عезгля BER kanska. ملك يرجى متажуر والمالجنة ملك افو كالسام او stoleججد استونز هو الرينال السيت ده فين الجلدول الثل تسمى نوديولار arrogantيotte اور سبتال الكلسيبيكيشن اللي هي بتبقى المارجنال الجلسيبيكيشن يعني انواع gårكيشن buch säga打 awe ملك افو كالسام او النوديولار جلدولار او سبتال او Прينال كالسيبيكيشن بعد الحقيق نل specify الاولاني اللي هو بنسميه cổطيقو منض Charlie F College daryl ده رينال سلقرسونوما ده بيبقى في الغالب هايبودينس بالنسبة للرينا البارينكيم يعني اللي بيبقى في مركض انهانس منت في رينال كورتكس ساعات لو الليجن واخد مركض انهانس منت ما واقدرش فرقهم لكن ممكن لو الليجن هايبودينس كومبيردتوز رينال كورتكس ده ممكن اقدر اشوف الليجن الفيزي اللي بعده هو نفروغرافيك فيزيس اللي هو بيبقى بعد حوالي من 80-180 ثانية بعد ده امبورتانت انه اقدر اشوف الرينا الماسس في الفيز ده الريناتو يمت شو ريلاتف لي ليس كونتراست انهانس منت كومبيرد توزا نورمال ادجيسنت تشو عشان ده الفيز ده من اهم فيز انه اقدر اديتكت الرينا الماسس فيه من النورمال رينال بارينكيم ما سبيش يالف الوسمول لرينا الليجنز الفيز اللي هو الاكسيكريتوري فيز اللي هو هو الانتنستي اوف نفروغراوم ديكلاين يعني الكيدني بتبدأ الكنتراست واش قاوت من الكيدني بيبدأ ايه اكسيكريتد في الرينا البلوث اللي انا بقدر اشوف الكنتراست وهو الرينا البلوث واليوريتر and execration of contrast permits opacification of calyces and pelvis it is possible to define the distance of the tumor from the calyces يعني حالة هنا فيها lower polar mass here اقدر اشوف الديستانس بين القيليكس والاج بتاعت الماس this is actually important when a conservative surgery is planned يعني لو هعمل conservative surgery او هعمل partial nephrectomy بيهمني ان انا اعرف المسافة بين القيليكس والتيومر قبل السرج this is example of case multi-brown reformatted images في النفروغرافيك والقورتيكوم الدولاري والنفروغرافيك فيز عشان اقدر اشوف الفاسكولار سابلاي للكيدني this is an arterial reformatted images وشايف double renal supply of the kidney وشايف هنا اقدر اشوف الفاسكولار بتاع الطيومر there is a small upper polar lesion and there is a hypervascular lesion also adds the lower pool of the kidney وده الليفروغرافيك فيز وشايف اقدر اشوف كويس الفينيس درينيج of the kidney this is double renal veins وهو اقدر اشوف الوباسيفكيشن ولو فيه اي تيومر extension inside could be detected a reformatted image for the venous renal veins there is an example of renal cell carcinoma hypervascular renal tumour this is a reformatted CT and arteriography which is renal artery supplying renal artery this is the heterogeneous mass with sparing nephric fat extension here and at delayed phase executory phase انشايف فيه infiltration extension للrenal sinus وانفلترation للrenal calyces دي اتبع اجانست ان انا اعمل nephron sparing or partial nephric this is an example of renal angiomyeliboma or complicated renal angiomyeliboma the rule of CT here it is easily could be detected as a fat lycule inside the lesion which is displaying minus 70 where this is enhancing angiomatous and muscular lesion inside and this is a hematoma which is seen here and non-enhancing it's a case of complicated angiomyeliboma with hemorrhage inside and this is the fat lycule which is easily detected at CT this is the reformatted images at corticumodary phase and this is a delayed phase with the relation of the mass to the belvical searing system MR in general MR has been used as an alternative diagnostic method to CT in patient with compromised renal function يعني MR اساسا ممكن استخدمه لو العيان عنده renal impairment مش قادر احقانه في CT او انه عنده allerجي لأيدونيات الكنتراسط ميديا او هون كنتراسط هون ابسيبوجر تو ايدونيزن راديشن زي البرغنانت is not desired the well known advantage of MR as multi-planar imaging and tissue characterization can nowadays obtain even with multi-detector CTs that has similar capabilities recent improvement have changed the role of MRI in evaluation of renal masses and its emerging and its emerging as an ideal technique for the detection diagnosis and staging for pre-operative evaluation of renal cell carcinoma renal cell carcinoma or any suspected renal lesion studied with MR احنا اقولنا ان احنا زي ما قدنا تكلامنا حد في التكنيك بتاع اليميشن ان انا بحتاج اعمل T1 و T2 و T1 pre and post contrast القرصنومار تبع في الغالب iso intense at T1 في 60% من الحالات hypo intense في بقية الحالات ولو فيه همرج بتبقى hyper intense في T1 في T2 renal tumor or iso intense or hyper intense and really hypo intense مثل baronoma at MRI this is the lesion here is relatively iso intense to the renal barenchyma at T1 and this is a heterogeneous high and mixed high and intermediate signal and this is a solo component with cystic dimension inside the tumor at T2 and this is coronary formatted images and can I note here this is a nodular growth outside the kidney this is an extension which is important for staging and this is the post contrast and this is the mildly enhancing يعني يدوم المزيل منتظر في المناسب الرمضة المهمة أيضا sindesat connectivity آخر مطلق العديد من ، هذه الثانية confusion olho هو الترسل الأماكن 隔حث litterature soft tissue اشترك الأماكن هذه الترسل الأماكن الن Его حدث تيوان اما ار شايف ديليتد فيه ديليتد رينال فين وإكستنشان of tumor inside the ivc and to the left renal vein. this is the ivc filled with thrombus at axial t1 post contrast extending the intra-hypatic part and this is the chronal post contrast with the tumor thrombus extending inside to the intra-hypatic part of the ivc. وزا ما احنا قلنا برضو الimportance بتاع الاكسكراتوري ctu برضو الامة اريو بيهمني ان انا اشوف ال relation of the mass to the kalesis. حاجة الاخيرة اللي هي في الامجنج اللي هو الانجيوغرافي وهو دلوقتي معادش بيستخدم لكن هو كان زمان لو انديكيشن الكونفينشن الانجيوغرافي ان انا لو عندي ماس كبيرة مش قادر اعرف الورجن بتاعها اا دي تكت زي دي كانت سيستيك ليجن برشا لسيستيك برشا لسولد كانت ريليتد للور بول بتاعت الكيدني مش قادر اعرف الورجن بتاعها ممكن اعملها انجيوغرافي واشوف البلات سابلاي جاي منين دي كانت ماس طلع من اللور بول لرج سيستيك ماس طلع من اللور بول بتاع الكيدني وصلب برط بتاعها واخد انهانسمنت سوبرارينال ماس هنا واخدها بيلاترال ادرينا الماسي هنا والبلوت سابلاي بتاعها من الادرينا الارتريز وماس ما هياش طلع من الكيدني القريتيريا بتاعت الماليجن انت فيزل انسايد زا انجيوغرافي كونفينشل اجوغرافي انقلود اللي هو التورشوس فيزل ان انا لقى الفيزل تورشوس واندرينج ان هي الديريكشن بتاعها مش محدد ومافيش فيها النورمال تيبرينج يعني مافيش بريفرال تيبرينج بتاعت الارتريز مقودرش ما بتبقاش موجودة وبيبقى فيها اول اهم حاجه ان هو بيحصل و談ان الارتريزń تورشوس م missing او من اهم الحاجات اللي بتهم الغراحين بالذات او الواحد اهم حاجه في بتاعت الرنى السلقة السومية هي الستاج نجل ان انا اشاف الستاج بتاع تيبر ان انا اقول ده اوبRobول ولو اوبربول ولو اوبرابل هينفايت عملو برشا نيفريكتومي او نيفروني سبيرينج ولا لا يحتاج اعمل راديكال نيفريكتومي يعني ده هو الايم بتاع الامجينج الاساسي يعني انا ممكن اعرف النفيرين الماس بالالتراسون لكن المين امجينج اقول ان انا اقدر اقول ديا اوبربل ولا مش اوبربل او لو اوبربل ايه المانجمنت اللي انا هعمله فبيبقى اهمية الستي تي او الامر في الستيجنج ان انا اوصل ان انا خلي الجراح يوصل لقرار هيعمل ايه للعين يعني الستي تي ازا ما احنا قلنا هو برضو ستيل الگولد ستاندرد في الدياغنوزي والستيجنج او رينال سير قرصونوم دي التيبل بتوري الستيجيس بتاعت الرينال سير قرصونومة فيه 2 من فورمولا للستيجنج يعني فيه واحد روبسون قرائد او تي ان ام استيجنج سيستم الاساس يعني او اللي هو المستوهد اللي اكستيبتد اللي هو التي ان ام التي ان ام بنقسمها لقونفايند للكابسول مافيش بري نفرك فات اكستنشن اللي هو بنقسمها لتي وان وتي تو على حسب الصيز يعني الكونفايند جوه الكدني مافيش اكستنشن برا الكابسول بنقسمها لتي وان وتي تو اللي هي اكتر من 7 سنتي وستيل كنفايند جوه الكابسول تي تلاتا ايه اللي هو التي سري ايه اللي هو فيه حصل اكسترا كابسولر إكستنشن اللي البرينيفرك فات بس ماوصلتش للجروتس فاشل ودي بنشخصها في الستي ان انت اهم صين فيها ان انت تلاقي soft tissue mass في البرينيفرك سبيس او ان فيه stranding للبرينيفرك سبيس ده اللي هو القريتيريا بتاعت ان انا فيه الاقي فيه strand في البرينيفرك فات او ان انا لقي soft tissue diule في البرينيفرك فات تي سري بي ان انا الاكستنشن للرينال فين بس وتي سري سي لو وصلت للانفراهيباتيك بارت اوف اي بي سي ولو طلعت للصبرة دي فراهيباتيك بارت دي تنقلنا للتي فور بي التي فور اي اللي هو في الادجيسنت ستراكشن يعني هي عملت انفلتريشن للجروتس فاشيا وحصل في انفلتريشن للادجيسنت ستراكشن بعد كده الان في ان وان وان تو انسرية اقوردنج للصائز بتاعها لكن هو التعسيمة الجديدة للاقوردنج الامريكا محتوىSS يا بقيت ان وان 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 تو ان وان اقل من اتنين سنتي وسنجل ان تو ويا ملطوبول يا اقتر من اتنين سنتي يعني سوليتر هو اقتر من اتنين سنتي او ملطوبول دي ان اتو او ان وان وان تو يعني دي التعسيمة الجديدة بتاعت اللينو له واللينفنود przysz صغير لو اي ببيبه ديستانت متاساس بتابق ليه الروبسون بسرعة كده هو عمل اربعة ستيجمة الاولاني CONFINED للكابسول التاني خرج برا الكابسول البرينيفريك فات لو حصل فيه اليمفاتيك او فاسكولار سبريد بقى لنا ستيج 3 واربعة اللي هو الادجيسنت أورجان او الديستانت ميتاستيس طيب اللي هو ستيج 1 اشخاصه زي اللي هو اللي ما فيش فيه اكستنشن برا اللي هو تي 1 بيشنت وزرينة سيرقنس روما CONFINED زا كدني هاف زا بيست بروجنوزيس عشان كده بيهميني ان انا اشوف فيه اكستنشن برا الكدني ولا لا وصفيفير سيرفايفر من حوالي من ستين تسعين في المية زا ما احنا قلنا انه هو ستيج 1 اللي هو قلي من سبعة تي 1 قلي من سبعة وتي 1 ايه اللي هو قلي من ثلاثة وتي 1 بيه اكتر من ثلاثة تيتول اللي هو اكتر من سبعة سنتي التيومر بيبقى CONFINED للكابسول بقدر اشوف فيه شرب لديفيند كابسول لرينا التيومر ما فيش اي ادفلتريشن برا الكابسول البرينيفريك فات اللي هو تي 3 ايه بعد كده اللي هو بيبقى فيه UNDER AND OVERSTAGING OF BRAINIFRIC INVASION ARE THE MOST COMMAND STAGING ERROR AT CT يعني في الغالب المعظم الحالات اللي بنشوفها في الـ CT بتبقى فيها STRANDING للبراينيفريك فات ودي بتعمل في حالات كتيرة قوي OVERSTAGING المOST SPECIFIC FIND FOR STAGE T3 A DISEASE IS THE PRESENCE OF AN ENHANCING REDULE IN THE BRAINIFRIC SPACE وده HIGH SPECIFIC لكن السنسيتيفتي بتاعته قليلة يعني اهم حاجة بتشخص الـ T3 A اللي هو البغود Nodular Enhancement برا الكابسول ولكن دي ما بتأفقتش الـ MANAGEMENT لان اللي هو عيان T2 A T2 زي T3 A بنفس الـ MANAGEMENT لو هيتعمله Nifference Bearing مش هيغير من القرار ويخليه يعمل Radical Nifrectomy فالفارق بين T3 A أو T2 ما بيفرقش كتير في الـ MANAGEMENT بتاع العيان او ما بيغيرش الـ MANAGEMENT بتاع العيان كتير فالـ Overstaging من T2 إلى T3 A ما بيبقاش مهمة او في الـ MANAGEMENT بتاع العيان احنا قلنا هنا زي هنا This is a large enhancing mass هنا وفيه برا هنا Nodular extension برا التيومر دي بتبقى Diagnostic للبرينيفرك fat extension ده برضو ساجة الـ Reformed CT والبرينيفرك stranding here for a case of T3 renal cell carcinoma as a lower pool of the second الفينيس السبريد ده اللي احنا قلنا بعد كده ان احنا لو دخل في الـ Renal vein بس بتبقى T3 B ده extension of renal carcinoma into the renal vein وده بقى 23% of patient and doesn't adversely affect the prognosis يعني الـ Renal vein في الغالب بتبقى هنا زي حالة دي زي left renal mass with tumor thrombus هتلاحز الـ enhancement بتاعها هو زي الـ enhancement بتاع الـ renal mass فده بتبقى Tumor thrombus extending into the renal vein ده T3 3B وده ما بتقفكش الـ Prognosis يعني هو الـ Prognosis بتاعها ما بيفرقش عن الحالات اللي بيبقى فيه او بتبقى احسن من الحالات اللي بيبقى فيها IVC extension CT برضو بقدر اشوف لو فيه حتى انها nodular extension inside the IVC من الـ Renal tumor here والـ nodular extension inside the renal vein او ان انا قدر اشوف فيه infiltration للـ Renal vein ولا ما فيش infiltration للـ Renal vein انزلس رينال سي القرسونومة و left renal vein و invasion للـ Wall of the vein بعد كده اللي هو الـ extension للـ IVC احنا قلنا الـ IVC extension اللي هو هنتنقل لـ T3C لو هو انفرد في راجماتيك هنتنقل لـ T3C لو طلع فوق الـ Di-frame هنخش في T4B بغير الـ Stage فهمني ان انا اشوف الـ Level بتاع الـ Extinction الـ Upper limit بتاع السرومبوس فيه الـ IVC لما بيبقى فيه الحالات فيها extension للـ IVC spread of the tumor انتو زي انفردو فيها كبه في حوالي من 14% من الحالات and more common in right-sided lesion الـ 5-year survival بتاعتها من حوالي من 30% من 30% لـ 60% provided that the thrombus is inter-aluminant ما بتبقاش invade الـ Vesal wall يعني لو الـ Tumor لو عمل invasion للـ Vesal wall ما بتقدرش يشيلوها فبيبقى بتقلل الـ survival rate ده برضو example للـ renal tumor وده هنا extension للـ renal vein وده extension للـ Infra-Hepatic part of the IVC فيه برضو extension للـ intra-hepatic part بتتستيل الـ stage لـ T3C انه برضو فيه renal vein extension وبعد كده extension للـ IVC بتستيل في الـ intra-hepatic part Infra-diaphragmatic وده برضو style T3C ده example of case of MR with right renal cirque arcinoma وهي هنا large tumor thrombus inside the IVC this is the axial post-contrast MR this is the tumor thrombus inside and this is the renal vein dilated here as the chronal post-contrast MRI this is the upper limit of the thrombus extending to the intra-hepatic part of the IVC ومفيش صبرة diaphragmatic extension still T3C tumor thrombus إحنا قلنا لو طلع بقى فوق الـ الـ diaphragm دخلنا في T4B ده renal cirque arcinoma extension للـ IVC this is the large enhancing tumor thrombus inside the dilated IVC with extension of the thrombus into the supra-diaphragmatic part of the IVC it is the case of T4B وطبعا T4B T4B كان اللي هو السوبرة diaphragmatic كانوا زمان ما بيبقى non-operable دلوقتي يعني الcardiosurgeon بيتعمله مع اليورولوجيست وبيتحاولوا ان هم يشيلوا الطيومر وبيشيلوا السرومبس في نفس الوقت الـ lymph node metastasis زي ما احنا قلنا ان هي N1 or 10 N tool presence of original lymph node metastasis بيقلل البروجنوزز بتاعة الحالات 5-year-year survivor اللي ربورتد لحالات المتاستاتيك لمفادنو بس بتبقى من حوالي من 35% الـ city of diagnosis of nodal metastasis بيهتمد على measurement بتاع الصيز لو هي اكتر من 1 سنتي دي في الغالب بتبقى باسولوجيك ده example رينادس القرصنوما والارج باراورتك lymph node وهتروجنز وفاسيستيك دي جنريشن ديمتاستاتيك lymph node احنا قلنا طبعا لو هي اكتر من 2 سنتي دي بتبقى N2 النقطة المهمة اللي هي local extension ودي اللي بيبقى فيها صعوبة كبيرة في الـ city ان انا اشخص الـ organ adjacent to organ ده infiltrated ولا مش انفلتريتد هي دي النقطة اللي بتبقى فيها difficulty في الـ city او في staging of renal tumor direct extension of renal cell carcinoma outside the rotis fascia into neighboring organs اللي هو بيبقى stage T4A is difficult to diagnose with certainty unless there is a demonstrable focal change in attenuation within an organ يعني لازم اشوف فيه abnormal enhancement او abnormal tissue موجود جوه الـ organ اللي انفلتريتد عشان احلف ان فيه انفلتريشن للـ organ لكن loss of tissue and irregular margins between the tumor and surrounding structures raise the possibility of direct infiltration and it can be seen في حوالي 15% من الpatient without surgery can confirm stage T4A disease يعني ان انا اشوف فيه irregularity للسيرفس ده بتخلينا اصجست او loss للتشو بلينز بين التومر وبين الـ adjacent organs زي الليفر هنا ده بيخليني اقول ان فيه infiltration here and this is stage D4A طيب انا بقى الـ staging ده ازو ما احنا قولنا بهمني ده ان فيه حاجة الوقت اللي طالع الوقت ان انا بعمل بارشان نفريكتوم ان انا بتراي ان انا ابرزيرف الكيدني سواء العيان ده solitary kidney او انه هو فيه multiple tumor فده انا بحتاج ان انا اعمل بارشان نفريكتوم ان انا بعمل بارشان نفريكتوم الـ عدد تقديم بارشان نفريكتوم بمشاركتوم بمشاركة مختلفة انتظار 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 انا انتظار انتظار انا من 5 سنتي يعني الانسدنسة بتاعة small renal الماسز اللي بدأت بتاعها يزيد دلوقتي ودي بتبقى اصوشيتد اكسلنت بروغنوزيس افتر سيرجيكال رموفل بمشاركتوم لان العيان برضو ممكن في اي وقت من الاوقات ممكن يدفلوب اخر وان انا احاول يعني بتاع الـ خلاني دلوقتي ان انا اعمل نيفرون سبيرنج وده بيخليني اعمل اكسجان للتيومر وحواليه سيفتي مارجن التريتمينت هو الـ نيفرون سبيرنج ده الـ لو انا العيان المانجمنت اللي انا هعمله هخليني نيفرك يعني عيان او سلوه تريكيدني وهشيلك لو انا شيلتك كيدني هخليه انفرك يبقى المانجمنت الأفضل ان انا اعمله نيفرون سبيرنج سيرجيري او لو فيه بلتبل وبيلاترال رينال تيومر محتاج ان انا اعمل نيفروني سبيرنج سيرجري اكزامبل الحالات اللي انا ممكن اعملها نيفروني سبيرنج سيرجري this is a corticum-dollary phase of a case of multiple renal masses this is a nephrographic phase I cannot hear this is enhancing renal masses very difficult for corticum-dollary phase ان انا اقدر افرق enhancing renal tumours من normal renal cortex but at nephrographic phases I cannot this is a multiple renal masses موجودة here and this is a case amenable for nephrographic surgery for removal these small renal tumours in a solitary in a patient with a solitary kidney سننظر example a patient with bilateral renal masses فيه هنا mass كبير على left kidney و infiltrating دخل على renal sinus ممكن انا شوفها هنا في CTU renal infiltrating فده انا مقدرش اعمل اها nephrographic surgery لان انا بقول اهمية ال staging ان انا شوف انفلتريشن لبلوكاليسيال سيستم ولا لا لكن هنا فيه small mass هنا موجودة في ال peripherي بتاع الريت كدني و away from the belvical system فالعيان ده تعمله radical nephrectum على left وتعمله partial nephrectomy او nephronus bearing على ال right side وده من اهمية زي ما احنا قلنا ال staging و management ال plan for management for management of the patient فيه حاجة اللي هي ال nephronus ده برضو عيان with solitary right kidney ده عيان solitary right kidney فيه Fenty classification هنا موجودة في ال UTB at the right hypochondrium there is a right renal mass with central calcification here and post contrast this is the mass with mildly enhancing on normal barenchyma with central calcification CT angiography reformatted in corticum العيان ده كان محظوظ طبعا انه كان عنده double supply ال accessory art اللي هو فيه ده كان supplying the renal tumor وده كان supplying the main kidney وده طبعا كان عيان محظوظه انه تعمله اللي تشلوا ال mass with preservation of the kidney and its arterial supply ده سجد ال reformat with the mass with its relation اللي حواليها مفيش extension برا كابسول مفيش infiltration the surrounding structure وده كان اهمية relation بتاع CTU اهمية relation of the mass to the balevicalisial system افضل النقطة مهمة اللي هي التومور النقطة بسرعة كده اللي هي الترانزيشن السيركال السلمو احنا كلنا بنتكلم عن ال renal barenchyma الترانزيشن اللي هي tumor of yorocellium اصلا وانا في الكاليسي في ال بالفكاليسيال system في اليوريتر او في البلدر والتشخيص بتاعها طبعا كان مين اللي اساسا بيعتمد على ال i v b او ال retrograde الصادي زي الحالة دي ان انا لاقي فيه باتيشة ايضا عن ال prograce او ان في امبوتايتن مافيش فلنك الاي ل LOVE في ال retrograde في ال city طبعا تحسن ال promover صاحب ال�تبات تيتو أن انا قدر اشخص لتةشعر التشعر في الكلام هو مالفب تبقى داخل الجريكس و اما مالفب تبقى داخل الجريكس و هو مالفب تبقى داخل الجريكس الامر الانسجاب بتاع الترانزشن الى السلقرة لسلومة يكون فيه T1 و T2 يكون في التجاز المترجم لا تحرك خرج من خلفه أو T3 لو انت خرج من خلفه الكون أو انتبقى الربريات للغز و T4 لو كثير منه الاتجيسن الى أرجان او الراحل الابدومين الولد بتبقى اللي هي التيفور ايه اسف اللي هي له هو الان وان نفسها الان وان وان نتو زي الان وان نتو اللي قلناها في الناس الكارتسونومان هي برضو اقل من اثنين سنتي او اكتر من اثنين سنتي او مالتو اطلق انها يعني كفاية كده بقى او اصلا وانا قلت هتكلم بس على الكاركترزيزيشن يعني من هستوباسولوجيك تايبس في الرينالسير كارسونومان يعني هي من اللي فيه بنين وفيه ماليجننت البناين بتبقى الادينومى او الانكوسايتومى او الميتانيفرك ادينومى الماليجننت اللي هي بتبقى من السابتايبس اللي هي كليير سير كارسونومى البابلاري الكروموفوب والكولوكتينج داقت كارسونومى والميدالري رينالسير كارسونومى المستقمن طيب اللي فيهم اللي هو الكونفينشنال او كليير طيب كليير سيل كارسونومى دا بالغالب بيبقى هايبر فاسكولر تيومر يعني بعد في البستقونترست هنا في التيومر بيبقى هايلي فاسكولر وبساعات ما بقدرش افراءه لو هو سمول تيومر ما بقدرش افراءه من الانهانسنج رينال كورتكس بيبقى فيه الكالسفيكيشن يعني انا بقدرشوفه اكتر في النفروغرافيك فيز احسن من الارتيريا الفيز الكالسفيكيشن في حوالي 10% من الحالات وممكن يعمل في حوالي 8% من الحالات الامر بيبقى من الحاجات اللي هي قويسة في الدياجنوزيس بتاع الكونفينشنال طيب النوع بيبقى كونفايندر الكابسول مفيش اكسترا كابسول اكستنشن وبيبقى موروليس هتروجيناس اات امار اي النوع التاني اللي هو البابيلر رينال سرقرسونومو دا بيبقى هايبوفاسكولر تيومر بيبقى فيه حوالي كالسفيكيشن في حوالي 30% من الحالات الفينس اكستنشا في حوالي 10% من الحالات وبيبقى في الغالب بيبقى هوموجينوس وبيبقى في مصدق في كيسز بيبقى بيلاترال وبيبقى هو عامل زي السيستيك أبيرنس يعني بيبقى ايزو دينس للرينال برينكما جاس شايف فوق الكونتور بلش في النون كنترست سيتي وبيبقى ميلد الانهانسنج يعني بيبقى الانهانسنج بتاعه من حوالي 10% لعشرين انهانس في اليونت في البوست كنترست وده في النفروغرافيك في اس برده بيبقى واخد ميلد انهانسنج فبيبقى سيستيك أبيرنس او هاي بوفاسكولار تيومور الكروموفوب طيب ده من الحقيقات اللي هي بتبقى لو جريت تيومور وبيبقى البرجنوس بتاعه هاي ولو هوموجينوس انهانسنج الكالسفيكيشن بتاعته بتبقى اكتر طيب فيهم بيبقى فيه كالسفيكيشن اللي هو الكروموفوب طيب حوالي 40% من الحالات وبيبقى 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 سوليتري مش بيلاترال زي حالات البابيلاري فشوف هنا فيه مالتوبول كالسفيكيشن انسايد زرينال تيومور وده بيبقى فيه ميلد وبوست كنتراست انهانسمنت على عكس الكونفينشنال طيب اللي احنا قلنا بياخد ماركد ايرلي بوست كنتراست انهانسمنت الكروموفوب طيب بيبقى باخد ميلد بوست كنتراست انهانسمنت وبيبقى فيه كالسفيكيشن اكتر على عكس البابيلر ان احنا قولنا بيبقى assistive appearance ده بيبقى في mild enhancement او اكتر شوية من البابيلر داي في نوعين بيبقوا شبه بعض بييجوا حقا زي بيخشوا differential diagnosis مع بعض الواء collecting ضغطي كارسينومة والرين المضالة الكارسينومة اللي هم بيجوا بحقا بيسموها infiltrative renal disease انو بيأفكت الرينا المضالة اكتر وبيخش في differential diagnosis مع transitionals الكارسينومة والليمفومة وال other infiltrative renal disease ده بيبقى central or midollary بيبقى classification في حوالي 30% من الحالات ممكن يبقى assist او solid وبيبقى high attenuation or low inhomogeneous enhancement this example of collecting duct او باللين داقت كارسينومة this بيبقى confined للمضالة اكتر ما بيبقى شورتكال زي الحالات اللي احنا قلنا شفناها بيبقى more confined للمضالة بيخش في differential diagnosis مع renal midollary كارسينومة الرينا مقداري كارسينومة دور تيجي في الغالي في العينين اللي عندهم sickle cell anemia وبيبقى معهم بتبقى located في المضالة زي ما اقولنا وبيبقى ملي في الرأي كدني لكن بيفرق الرينا midollary كارسينومة نقول لك تنضغط الكارسينومة ان احنا بيلاقي ya venus ya lymphatic extension يعني بتلاقي renal veins rombosis اما بتلاقي معها multiple lymphadenobis زي الحالة دي برضو هي main limidolary الماس ومعها lymph node موجودة فده اللي بيفرق بين renal midollary كارسينومة اخر طيب اللي هو بيبقى الaggressive طيب اللي هو بيبقى السركماتوي adrenal tumor في الغالي بتلاقي ماس صغيرة لكنها عاملة infiltration للadjacent structure وده بيبقى aggressive low-bore diagnosis والتشخيص بتاعه ما بتقدرش عمله قوي بالامجينج لكن ده بيبقى محتاج tissue biopsy او post operative histrological diagnosis زي هنا حالة T1 and T2 MR-ISIS mass heterogeneous enhancing after contrast وبتبقى عاملة infiltration للadjacent structure زي ما احنا شايفنا هنا بتبقى infiltrating الadjacent برد conclusion advances in data acquisition will display including 3D volume rendering techniques provide unparalled capabilities for detection staging and management of primar سنومة ودي بتimprove management بتاع العيان وبتقلقوا ان انا اعملوا more conservative surgery وان انا preserve most of the kidneys for exhibition thank you thank you